عندي سؤالين في سؤال. يعني أول حاجة هل نهاردة لازنا أعمل تشاك أب أول موصل الأربعين؟ وإيه التشاك أب أصلا للقلب؟ هل هي تحليل دم؟ هل هي ضغط؟ يعني النهاردة بقيت أشوف دا كاترة لما يجي أروح أنا عايز أتطمن على نفسي لا لا أنت كويسة ما يفكيش حاجة طب ما أنا بتطمن أنا عارفة أنك يعني أنا بس بتطمن أن أنا كويسة إيه التشاك أب اللي أنا محتاجة أعمله؟ تمام إحنا بداية من رأة يعني زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة إن إحنا السبب الرئيسي أو السبب الأول لأزمات القلب هو قصور الشرعين التاجية ومن هنا بنشوف عوامل الخطورة اللي بتأثر على الشرعين التاجية ونبدأ نعمل لها تشيك أب في سن الاربعينات وخصوصا إن إحنا بدأنا نلاحظ زيادة نسبة عدد الجلطات في الشرعين القلب في اللي كانت بتجينا في الطوارئ كان زمان بعرفين إن الجلطات دي بتيجي أكتر في سن الخمسينة تلوقتي عدد بتيجي بسن الاربعينات في العشرينيات ده حقيقة وإحنا هنا بنقول يعني ما تبدأي؟ ده محروبات طاقة ولا فستفود ولا حزن؟ عوامل كتير مش عامل واحد فإحنا لو حنعمل تشيك لازم بنقول المريض لازم قال إنت وصلت سن الاربعينات ماينفعش ما تكونش عارف ضغطك كام فإنت على الأقل بتشيك الضغط بتاع حضرتك وتكون عارف مقاس ضغطك كام عشان بيجي المريض يقول لي أنا عمري ما كنت مريض الضغط لا أنت عمرك ما يست الضغط بتاعك قبل كده فما تعرفش أنت مريض ضغط ولا بيجينا برضو مستوى الدهون في الدم المستفاع مستوى الدهون في الدم أع من أحد الأسباب التي تسبب انسداد الشرين التاجية ومن هنا يجي المريض يقول لي أنا عمري ما كان عندي دهون لا إحنا ما عملناش تشيك وعرفنا الدهون بتاعت حضرتك عالية ولا لا وخصوصا بيكون فيه ارتفاع في مستوى الدهون عالي سببه قد يكون وراسي أو غير وراسي وبالتالي الدهون من أحد الأسباب التي تسبب انسداد الشرين فلازم ننصح الناس اللي في سن الأربعينات تكون على الأقل عملت مرة تحليل دهون وعرف هو في أنهي مستوى في الدهون وهل الدهون بتاعته في المستوى العالي وخصوصا الدهون الضارة اللي هي الـ LDL لو الدهون قليلة الكسافة هل أنت في المستوى الذي يسبب الخطورة لحضرتك وبالتالي أنت محتاج تدخل كعلاج أو كذا أو كذا نفس الوضع السكر في الدم يجي لنا مرضى كتير جدا للطوارئ عندهم جلطة في القلب ونقيس السكر نلاقي السكر عالي هل حضرتك كنت بتاخد عليك سكر قبل كذا يقول لي لا أنا عمري ما كان عندي سكر لا نلاقي السكر التراكمة بتاعة عالي إلى مستويات هو مريض سكر من بدري بس هو ما عملش تشيك فبالتالي هو ما عملش تشيك قبل كذا ويجي نتفاجئ أنه عنده المرض ده طيب مستوى الدهون في الدم ده شيء مهم جدا لازم نعرفه وعلى الأقل نكون عرفناه مرة في سن الفترة دي التلاتيات والاربعينات مستوى السكر في الدم المفروض نكون عرفنا أن حضرتك ورجل تشيك قبل مستوى السكر في الدم هل أنت مريض سكر ولا الضغط بتاع البناء لازم حضرتك تكون بنقيس الضغط بصفة مستمرة أو صفة دورية قد نكون نقدر نقول شهر ست شهور أيا كان طبقا لحالة المريض اللي عندنا عشان خاطر لو هو مريض ضغط نبدأ ناخد العلاج الضغط المناسب نفس الوضع التدخين التدخين من أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب انسداج في شهرين القلب نفس الوضع مشروبات الطاقة والحاجات المكملات الغذائية اللي بنخدها في الشهر مشروبات الطاقة كرسة كرسة بالمعنى الحرفي مشروبات كانت مركة واحدة مسيطرة على السوق النهاردة بقى عندنا أربع خمس مركات وشباب صغير يا دكتور بيشربها كأنها مشروب غازي وهو مش فاهم ودي كرسة حقيقة الفرق بين مشروب الطاقة والمشروب الغازي هم لازم مضررين بالمناسبة بس طبع مشروب الطاقة معاك احنا في بعض الدراسات الماجستير والدكتورال التي عملت على هذا الموضوع وأثبتت أن فيه ضرر مباشر على القلب